السلام عليكم انا الشاف روز للطبخ والحلوية نتمنى لكم نهار مبروك نتمنى لكل الإخوة والأخوات يكونوا بصحة جيدة اليوم وبإذن الله جبت لكم تقسيم شهرية زوج ملايين للأخت هذه كما تشوفوا القومنتر قلت لي خاتم تقسيم شهرية عزوج ملايين قلت لي عندي أربع أطفال وعزوجتي 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 وزوجي قلت لي هذه المطبخ موات غذائية ولكوش وموت تنظيف وقلت لي عندي ولدتي يبغوا الحلوة لا تسمعها ولدتنا يبغوا الحلوة قلت لي من فضلك ردي عليها بإذن الله سوف نقسم الحبيبتي السيدة التي عايشة مع عزوجتها يعني تبارك الله ما دم ركي عايشة مع عزوجتك رابينا عاقلة وطيبة الله يدوم المعروف شوفي شاد ديري حطي زي جمليين قدامك تي غاي في البداية دير كيمانها ها في البداية دير حبيبتي كما هكوم بعضك تشوفي تولي توفري يعني غاي بسياسة بسياسة تولي توفر حبيبتي هالي والقاعد جينا صعبة يعني نوفره غاي بزوج دوره لتقيا بغابسه لنظب ربعين بميا ومعالي يامر قيت ولي توفري ما شاء الله يعني غاي تبعي بإذن الله تكوني مرتاحا ديري سبعمية تف مواد غذائية مواد غذائية ومواد التنظيف ما تحش لي مواد التنظيف حبيبتي تشي المواد هذا كل الكيميوية اللي يضروا يقلوا لك الصحة ما يخلوا لك شليدين يأثروا عليك يعني في الحالة اللي نقول حنا في الجهاز التنفسي يعني المواد الكيميوية معروفة باللي هذه اللي نقوا بها باللي مؤثرة ما تبعي لش انت الهضراء تعتلى تعتلى شكيل هذيك ينظف وما ينظف ديري اي خلطة في دارك بالصحة تعرفها خلطة يعني ما تكونش مضرة لك نقيم معيناتك ولمواد ثاني حبيبتي المواد دائما نقيم كي نقول احنا يا كي تغسل غسله ممليح كي تغسله ممليح ما علي يم يقعدوا يشدوا لك تطولوا معاك ماشي بحرقي ودير خلي زيودات فيهم وخلي ركيدة عارفي ومواد الغذائيه كي نقول احنا كي تشري ممليح شامبو وانت شري ممليح واجلي الاساسيه اللي تسعملوها والمواد الغذائيه شري ممليح ما يأكلوها في عائلتك ما تحتشري ممليح صوالح ما يأكلوهمش كي من الحلويات وهذاك الصوالح خدمين في دارك احسن لك يعني ام تخدمين في دارك اولا نظافه ثانيا توفير ثالثا صحه تضمنه وشكيم طيبه وجيبي واحده فارينا بخمسة وستين الف بخمسة وعشرين كيلورا كما انا وريتكم بتاعي اللي نشريها يعني ندير بها كل شي ماشاء الله اللي بغيتها نطيبه بها داري في الوقت الحالي داري مية وخمسين الف بيت الخزين دائما بيت الخزين داريها داريها رفيقك خيالك شتي خيالكو داري مية وخمسين الف كارتون رمضان كارتون رمضان يعني يساعدك في رمضان متنغبنيش في المواد الغذائيه هذا كي تكوني موفره صوالح رمضان باذن الله شوفي والله ما تنغبني هذا وسبعمائة فهذا فيذك شغلت على رمضان تولي غالي تشريتي منها كماليات تولي حوي جخفي فهاكا وبيت الخزين كذلك شري الاساسيات 150 نفت أساسيات تقضي لك قهوة صقرة زيت طماطي مقارن مدراري ثاني الأساسيات كارتون رمضان لا يأكل مقارن في كارتون رمضان هذا لا يأكل وليداتك لا يأكل بيت الخزين لكن هذه 150 كارتون رمضان تقضي لك صالحة أحسن لكي تنغبنيش وتولي ذلك الكماليات تحصل فيهم وتولي تحاوز تشريهم من هذه المواد الغذائيه تولي في رمضان إن شاء الله هذه 700 شهرت على رمضان من خلص زوجتها هذه 700 ألف تولي قاعدة شريتي تشي منها غيش كارات عفارينة ولا تشي حاجة خفيفة ولا تشي كمالية ولا حاجة خفيفة المهم حاجة قا خفيفة تبقى لك الدرهم في رمضان تبعي تربعي هنا بالنسبة لديري 400 ألف خضراء 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 ديري 400 ألف كل أسبوع وغير ماذا يضبعي جل حياة خفيفة لا تأكل عفيفة خضراء 18 يوم لديري 500 نوف وغير ماذا يأكل وتأكل الوصف ولا تأكل فصة النجاي زيادة 100000 كفتى كفتى التجربة كيف يلعانون بالكفتى يعني يجب سهلين يعني تعاوني رحك بيهم وهذا التقطيع تقترين لنرى التقسيم يساعد كمانا نقسم الجديد حبيبتي حمده ربي في النهار وفي الليل لا نطيب ومرات في النهار في النهار ندير حاجة اللي ما تطلبش الحم في النهار يعني هذي هي يعني السيدات باش عرفوا يدبروا على رواحهم ويعني ويلتازموا بالدار ويعرفوا كما شو الأمور تاحهم يختي مشوع لحسابهم كل واحدة تمدق لك رجع لحساب الحافة كتشري صباطك تشي لابونتير تاعك ما تشري صغيرة ما تشري كبيرة صغيرة يضرك والكبيرة يدبرك هذه الاخوات ما تتبعوش الهادرة تحا تحاديك اللي تقول لك تقطعوا الدجاج رقم شاحيح يا اختي غا انت استغني وعندما قلت لك انا كومنتر تحكي ديرته قلت لي من دير التقطع تجاجة هذه معناها هذا والشح والبخل بعينه يا عمر امريكي تعرفي الشح والبخل بعينه اي اختي حكو يجيبك وذهب الجزار ونشري احنا يعني قاناة الناس زوالية الناس اللي متخدتها متوسط تضعيف ماشي اللي يخدتي اللي يخلصوا بالعشرين وبالثلاثين عندك فلوس حبيبتي روح يشري ماشي تدخلي وتقعد يتفتيع للناس يعني كل واحد يمد كرعيه على سبب الحافة كما يقولوا كان بزاف اخوات اللي تقول لك انا نشري نشري شوية طون نشري شوية كفتان نشري منه ونعرف نشري البيض ونشري دجاج ونشري الطون يعرفوا يمشوا مع امورهم وعوليداتهم كما واحد اختي قلت لي قلت لي كيف اشتاء انت تخدمي بالكماليات ونشريه نشريه في المواد الغذائي كما اختيتكم كما نشريه نشري مرة في شهرين لا نشري الجبن كل شهر يعني اذا شريت العلبة نديرها على شهرين فاسكو اذا شريت الجبن تعمل بها اذا شريت الجبن تعمل بيزا يعني انا نشريه بسبعين الف بينا كلنا نقعته بسبعين الف يعني الطريقة اللي وريتها لكم بالنسبة للطوم انا طوم انا نشريه المواد الغذائية انا مثلا كي بينا نخدم حاجه نرسل وليداتي جبوه او لازوج كينا بينا نخدم ما نشريه بالنسبة الكريم فرش انا كي تبقى لي من هناك في المصروفة نشري المواد الغذائيه نشري حبه او لازوج يعني خليم في داري او انسا او انقار ندير وليداتي حاجه ما فيها لحم نستعمل هذه الكريم فرش ونشريه العلبة الصغيرة لتستعملها مباشرة ونستعملها لحلوها كله شرش يعني هذا يكون فهمية الأخت وانه كمالية تطيبت لمشانة كرن فرش والفرماج على البيتزا ما ارمالية او مواد الغذائيه كنتما نشريه ما في المواد الغذائيه نشري فورماس على البيتزا و لا تعطي لها و هذا حبت الطن أنا كي نسحق نرسل ولي ذاتي روح يشرو شو حبه و لا زوج على سب ما باين نخدم و مهام يا راسي فهمتي يعني ما كش تبعين مليع الفيديو كون جيتي تبعيني تعارفيني أنا كيفاش نمشي هاي وينا هنا ديري متين فتح خبز ملاحسن عجني هنا ديري متين فتح خبز أنا عندي ملاحسن عجني كنتك شهش كورة 25 كيلو حبيبتي و ديري طريقات تعليلات دي الكلاول بصور عندك أطفال يخرج لك خبز و شباب و مخصه و توفري هاي متين الف كي تكوني ماكش طاي هذا مكن هذا التطبيق اللي ديريتها ها هو متين الف يعني كل مرة كمان يديران ثاني يعني بزيف أخوات كنتك يدخلوا تشوف اللقطة الأولى و تشوف اللقطة الأخيرة ايو تحكم كما الفيديو اللي فات تعلق بيديو الزيت أنا ديرتها في 750 ألف و كان حذية بسا قلت لك جل من لا يسهو يعني قولي باش نرفضه و نحطها قدام الكاميرا مرفضه يعني بدأت تحليل وين راح بيديو الزيت وين راح بيديو الزيت مو سمعتيني نهضر سمعت كلمة بيديو الزيت ايو سلوبي صايي كنت سمعت كلمة الزيت بيديو الزيت و هذا مكة ليس شرط انك تشوفي قدامك كما انني نهضر ليس شرط انك تشوفيني أنت تدي المعلومة فقط هذا هي الأخوات كنت تشوفوا فيديو في أي قناة تبعوا الفيديو المباشرة تبعوا تفهموا لا تشوفيني الحلقة الأولى والأخيرة كما تخرجي أي حاجة تشوفيني الحلقة الأولى والأخيرة وتحكمي علي لا لازم تكوني في صاميم الفيديو باش تقدري تحكمي علي هايوة داري 200 الف تحلي كوش هايوة 200 الف كوش كلتين عندي بيبي هايوة بالنسبة للحلويات حبيبتي بالحلويات هايوينة مثلا كيتو حيتو المواد الغذائية هذه سبعا ندلت لك 700 الف أنا متأكد بشكل 700 الف شري مثلا شري الحلويات غير يعني العادية التي نعليها التقليدية كما الكعك كما وليداتنا يأكل مثلا هايوة 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 تحلي كوش بالنسبة للحلويات دائما البيض عندك الفارينة عندك السكورة عندك الزيت عندك المواد الغذائية هايوة 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 المجد ثم هايوة المجموع يبقى لك 60.000 يبقى لك 60.000 يبقى لك 60.000 يبقى لك 60.000 الشهر الأول الشهر الزاوج يبقى 60.000 الشهر الثالث تقريبا حتم بعد رمضان كيف تتحلم بيت الخزئ من الكارتونة تزيدها من 60.000 ويبقى لك 110.000 تتأخذ حمده بيت الخزئ يسعى تتحلم به بيت الخزئ تتحلم في ماء تحصل في خلال ماتقة 200.000 يجحل أجل الحواج الباب في خلال حسنية ويبقى وله قبل بيت الخزئ تتحلم وبذلك وتتتعذي تحصل في مكوك تتحلم في مكوك كيف اجده لك ، الناس لا تستهون ببيت الخزين وكيف يتحق كمان ، وكيف اعتقد ببيت الخزين وكيف يتحق ببيت الخزين ستين تنقص على كارتنة رمضان ثانيا كي تكملي بيت الخزين حتى 6 شهر تقدري ترتاح يتكملي هذا السبع مئاته كي ما قلت لك تولي ما تشويش بها بالزعب كي نقول احنا كل شهر بالك توفرها 400 و 300 و وفرها مع هذي 150 و مع الستين هاشو في علا قد تكوني مفرها 400 و 500 شهريا يعني غي بسياسة يعني السيدة اللي تحوز توفر يعني تصبر يطول فى انه نحن كل درجة noises احتوالا مفأس الماكلة ترفد ذراري سخة ذراري 200 الف كمالية يقص صرفيها ساعة على ساعة يحواجه منها بالنسبة للبيض بدايب 60 الف كي تكون خاصة معليش من هذا المنع جن شرخبز نعطيهم بيض من هذا المنع جن شرخبز نعطيهم بيمونات نجيبو مثلا يا يورت نجيبو حبة تشينا يعني اخوات يدروا كمان هاك هذا هو مشو غاي كمان هاكت عشو مرتاعين وهذا اللي قاعدوا يدفل السوء عليكم تقول لك مية وعشين فتجاج ومية الف كفتا تقول لك اختي هذا الشوح بعينه والباقي ترح تبقي اللغة العربية على روحك هذه هي السيدات ذروكرا مراجعتهم قلاليل الشهر يرهم الدلهم والو ومصاريف غالية تقلقا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ويصولنا وينات المجهد ويسيبو كيقلي على الوصيل ويسيراتها والبنيتها هذا ٠٠٠٠٠ ويصولنا يجبو في التلقي درجة واحدة 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 ان شاء الله توصلي كما الأخوات وقعنا في ديارنا كما هاكا ومن الاحسان يقول لك كش الكاري تعفرينات اتفع المواد حتى اخذرها اي فى اضافة hermdolution ايضا اتفع المواد الغداية هل يووم ويتم في اطلاق الكماليات ايضا ايضا او الفاذر ومن او хорошо ايضا 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 وان انا اشعرهم ان وافر ايضا ايضا اهضا ايضا ان يزد ايضا 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 ان تتطورها تحت ايضا 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 ان اتكلم هذا مكان دائما يجد رحم فيكم دائما نذكره ربي. دائما نذكر الله يذكركم. أنت كون هذه المزوجين يعطيها لك راجدك. أول حاجة كون تخرجها 10 ألف معروف. قاعد ما عندك لما تعطي المعروف. قاعدها 10 ألف عزوجتك. قولها هكي مهمتي هكي حمي بيها. يعني الخواطر شوف يجبر الخواطر والله العظيم ما تحسي شي يجيب. قاعد ما تبقى هكي 10 ألف عزوجتك. قاعدها هكي حمي بيها. أولا تمسعينها خاطرها سخطة. قاعد ما تبقى هكي حمي بيها 10 ألف عشر. قاعد ما تبقى هكي حمي بيها. وانترى كينويتها معروف. هذا مكان أسهل الطرق وخدموهم. يعني يحتل حننة وتجلب الناس. اجفاق عماش يمليح. عزوجتك إذا كان تمسك ما مليح ومعاك مليحة. والله العظيم برك تخرجك خير من أمك. يعني الأخوات وقاين بعض العزيج يعني يا ربي يسامحهم. يبقوا بناتهم على كنين. هم يعني وما في الحوائل. وتقيل العزوجة تفرز والأم تفرز. وانتي يدري غيب ما يرضي. لأول حاجة يعطي زوجك. هذيك زوج ملايين بصصر في. أرفدي عشرة ألف وعشرين نفدي العزوجتك في ذا. وانويها معروف. يعني صادقة. قام بدت تخرجها براعطها العزوجتك في ذا. وقالها من انتهاك يحمي بيها وانتكينويتها معروف. منها تجبر خاطرها منها مع ربي مليحة. منها ركينويتها صادقة. وانتمنى الأخوات يدعموني بليجام وشاركوا في القناة. والى المرتقى بإذن الله. اشتركوا في القناة